النهاردة كان اجتماع الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكان مع عدد من الوزرات استهرد رئيس مجلس الوزراء عدد من ملفات العمل اللي بتهم أغلب المواطنين وأكد دكتور مصطفى مدبولي على تكوين فريق عمل بمجلس الوزراء مهمته هي متابعة أوجه التعاون مع ألمانيا وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بالإضافة للقيام بالتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها بالإضافة لكده كمان في الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وكمان المعاشات مع الوضع في الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزراء من ضمنه كمان ما تم في هذا الاجتماع الأسبوعي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات وجاء القانون 82 مادة مقسمة على عشر أبواب يأتي مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وأيضا ضريبة الدمغة وأي ضريبة ذات طبيعة ممثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائد المالية أو تحل محلة تمان وافق النهاردة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري وذلك بما يضمن استداد مستحقات الدولة تمان وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإصدار عملات تذكارية فضية وذهبية بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عام على إنشاء كلية الحقوق جامعة القاهرة كمان وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم إحدى الشركات لتوزيع وجبة البسكويت أوزان 50.80 جرام لعام إدراسي 2019-2020 بذات شروط وأسعار العام الماضي 2018-2019 وبما لا يقل عن 170 مليون وجبة أيضا كمان وافق مجلس الوزراء على اندمام جمهورية مصر العربية لعضوية الوكالة الافريقية للتأمين على التجارة والسير في إجراءات العضوية واستكمال المستندات المطلوبة يأتي ذلك في إطار تعظيم دور الدولة الاقتصادي على المستوى الافريقي تزامنا مع تولي جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد الافريقي والذي يسعى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الافريقي وأيضا خلق بيئة موتية للتجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات دي كانت أبرز وأهم ما جاء في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء